موسيقى الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل بشكل حازم مع الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنية مدبولي يتبع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم وتطوير قطع الصناعة وزيادة الصادرات كييف تعلن استهداف موسكو للبنية التحتية للطاقة والكريملين ينفي استخدام طائرات مسيرة في الهجوم السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الجرمج نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى موسيقى اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطعات الصناعية المختلفة وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطعات الصناعية المختلفة وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمصار الذي تنتهجهم مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة سعيد بلقائكم كل الدعم لكم والدعم ده جهدكم نحن محتاجينه نجاحكم نحن محتاجينه وزيادة أنا بكلمكم النهاردة في البداية ديت أنا عرف طبعاً رجال الأعمال دايماً والمستثمرين يعني بيفكروا طبعاً في أشغالهم وأنا معهم ومصر محتاجة نحن نقدر نتكلم بتواضع شديد دي الوقت أن الدولة قدر على الانطلاق بجد قدر على الانطلاق بجد يبقى تبقى أن نحن كدولة معكم أولاً إحنا نسكن فيكم جداً وده برضو كلام مش معلوم طب إحنا محتاجين إن إحنا ندعم ده طبعاً نشجعه أيضاً نكبره أيضاً إحنا مركب واحدة ونحق توازن فيه في الطرح لكن ما بقاش الموضوع كله تحديات ومشاكل وده أمر إحنا نسمعه ولكن أيضاً أفقار أفقار لحلول المسائل طب مصر فيها فرصة طبعاً مصر فيها فرصة طبعاً مصر عندها فرصة للنمو أيوة وسط كل اللي إحنا فيه ده صحيح المشكلة بتاعة الكورونا والأزمة الروسية وتأثيرها برضو بقول تاني برضو حتى عبرها أو حنعدي فبلد زي مصر فيها فرص نجاح حائلة باللي إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى جاهزنا لها وجاهزنا لكم مش بنية الشرحية فقط ولكن أنا عايز أقول خلال سنتين يعني نحن هنكون مواني مصر مواني درجة أولى على البحر المتوسط والبحر الأحمر وأنا لقوا بالغ واللي يعرف بيشوف إحنا بنعمل حاجتنا إزاي؟ يعرف الكلام اللي أنا بقوله ده مش بقول كمان خمس سنين لا آخر السنة جاية دكتور مصطفى؟ لا أبو إير ودميات واسكندرية السخنة جرجوب خلصت وبرنس خلصت مواني درجة أولى ثم شبكة الطرق خلاصة يعني أن السوق لمصر سوق كبير إحنا خرصين على أن إحنا إنتم تنمو وتكبرو أكتر مش إنتمو بس وكل من رجل أعمال في مصر عايز يشتغل وأنا عايز أقول لكم على حاجة كان الكلام خلال الشهور يمكن السن اللي فاتت كلم وقاله حجم الاقتصاد الخاص وأنا بقول خمس وسببين خمس وسببين في المئة من اقتصاد مصر في القطاع الخاص مش قطاع الدولة وبالمناسبة وأنا كلام ده قلتوا قبل كده وبقوله لكم تاني بقولوا عني لكل الأشقاء الرجال الأعمال إحنا عايزين رجال الأعمال تدخل أكتر في الاقتصاد بتاع الدولة بجد طبعا في المؤتمر الاقتصادي برضا حيبقى فرصة أن إحنا يبقى فين قاش أكتر من كده وكلام أعمق من كده من ناحيتين من جانب المسؤولين ومن جانب الرجال الأعمال ومن جانب الاقتصاديين والمعنيين بالموضوع ده ونترح حلول ونترح مصر ممكن يبقى داخل تتعمل إن شاء الله في نهاية المؤتمر فأنا برحب بكم أهلا وسهلا وأوضح المتحدث الرسمي أن السادثة الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القفع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأشار رئيس الوزراء إلى توجهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بدعم قطاع الصناعة والعمل على زيادة حجم الصادرات عبر تقديم مزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الأفريقية واستعرض الاجتماع جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة في مختلف المجالات وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سفير مملكة البحرين لدى مصر هشام بن محمد الجودر وذلك بمناسبة انتهي فترة عمله في القهرة وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين والبناء على الزخمة في علاقات الود والأخوة التي تربط الرئيس عبد الفتح السيسي بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين من جالبه توجه سفير البحرين بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية على الدعم والمساندة التي طلقها خلال فترة عمله في مصر مؤكدا على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالعلاقة الثنائية مع مصر استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الأولى طراز ميكو اي مئتين إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الأولى من طراز ميكو اي مئتين التي تم بناؤها بشركة تيكي ام اس بترسانة اس بي ان الألمانية وخلال الاحتفال الذي أقيم بمدينة بريمير هيفن الألمانية قام الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية برفع العالم المصري على الفرقاطة العزيز والتي تعد واحدة من أصل أربع فرقاطات من طراز ميكو اي مئتين تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وتمتاز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة ويبلغ طولها الكلي 121.6 متر كما تتمتع بالعديد من القصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقتي السلم والحرب وكذا مكافحة التهديدات المختلفة البحرية السطحية والجوية وتحت السطح مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري هذا وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي وعلقى الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات البحرية الألمانية وشركة تيكي ام اس مؤكدا اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوات العلاقات المصرية الألمانية وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا والموضوعات موضحا أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطورا في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية تيكي ام اس المصنعة للفرقات العزيز في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري بحضور عدد من قداتي وأفراد القوات المسلحة احتفالا بهذه المناسبة تضمنت فعالية المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين تضمنت كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكراسي المتحركة ورياضة الريشة الطائرة كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات 158 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 135 طن كما تم ضبط 43 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 725 قضية من بينها 224 قضية خبز ناقص الوزن و232 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز شعير تم ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 165 طن وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنصيق مع فرعيها الجغرافية بمدريات الأمن وقطع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحكبها عن تداول وبيع سلع منتهية الصلاحية في إطار الجهود الأمنية المبذولة للتصدي للجرائم التموينية وفي مقدمتها حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها على مستوى الجمهورية بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن وأصفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 60 طن باقيق بلدي مدعم استولى عليها مسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء ومالك مخبز بلدي بأسيوت وكذا مالك مخبز بلدي ببني سويف عن طريق بيعها في السوق السوداء وهو ما يعد استلاء على أموال الدعم المخصص لها وضبط نحو 20 طن سكر تموني مدعم وأكثر من 11 ألف عبوة زيت تموني مدعم بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة ومالك محل بدل تموني بأسيوت قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء واستولي بذلك على أموال الدعم المقرر حيث أن هذه السلع مخصصة على البطاقات التمونية واستمرار لنجاحات الأجهزة الأمنية في هذا الإطار تمكنت من ضبط قرابة 33 طن سكر وأرز أبيض ومكارونا غير معلن عن أسعارها تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء بالقاهرة والقليوبية والإسماعيلية كما أصفرت الحملات الأمنية لمتابعة ورصد حجب السجائر عن التداول وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمرقيا عن ضبط 178 قضية بإجمال مضبوطات أكثر من 115 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع ونجحت أجهزة الوزارة في ضبط 40 طن أسمنت مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها قام مالك مخزن لتجارة مواد البناء ومسؤول مستودع لتجارة مواد البناء بالمنوفية بتجميعها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك كما أصفرت الحملات الأمنية عن ضبط 62 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج ومالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية ببني سويف قام بتجميعها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء وضبط أكثر من 38 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر تم تجمعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وقنة وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية نجحت أجهزة الوزارة في ضبط قرابة 58 طن لحوم ودواج ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين حال ترحيها للتداول بالأسواق خلال حملات شنتها أجهزة وزارة الداخلية بالقليوبية والجيزة وبورسعيد وضبط أكثر من 24 طن سكر ومستلزمات إنتاج مياه غازية غير صالحة لاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المياه الغازية بالمنوفية استقبل وزير التنمية المحلية هشام أمنى المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب الدكتورة رشا راغم وشهد لقاء استعراض الموقف التنفيذي لملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين كما تناول اللقاء جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وآخر مستجدات البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحافظات بدأت محافظة جنوب سيناء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ وتأتي محطة الطاقة الشمسية على مساحة 250 ألف متر مربع بطاقة انتاجية تدجاوز 42 جيجاوات تماشيا مع خطة واستراتيجية الحكومة المصرية للانتقال للطاقة النظيفة بدأت محافظة جنوب سيناء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع وبطاقة انتاجية تتجاوز 42 جيجاوات محطة طاقة عربية للطاقة الشمسية مساحة الأرض إجماليها 250 ألف متر بقدرة انتاجية 20 ميجا زائد قدرة انتاجية سنوية 42 جيجاوات وبالفعل المحطة دي تم تنفذها خلال مدة زمنية أربع شهور ودي تعتبر إنجاز في حد ذاته لمواجبة مؤتمر المناخ الجاري لانعقاده شهر نوفمبر القادم بالإضافة ان المحطة دي بتخدم النهاردة 120 منشأة سياحية ما بين فنادق أربع نجوم وخمس نجوم محطة الطاقة تعمل بقدرة إجمالية تبلغ 20 ميجاوات قادرة على إمداد أكثر من 6 ألاف غرفة فندقية بالكهرباء النظيفة لخدمة العديد من القطاعات بما في ذلك القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية والسكنية المراحل اللي احنا شغالين فيها احنا حاليا افتتحنا أول 10 ميجا وضخناها بالفعل لمركز نبق السياحي وبعد مؤتمر المناخ في تركيب العشرة ميجا المتبقيين بالإضافة إلى أن احنا ركبنا مجموعة محطات على الفنادق داخل مركز نبق السياحي بالإضافة أن احنا بنحاول أن نغذي ونحول الفكر للطاقة النظيفة والمتجددة خلال الفترة القادمة مشروع المحطة للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية تقدر ب250 مليون جنيها يعمل للحد من الانبعاثات القربونية بنحو 500 ألف طن بما يساهم في تقليل الانبعاثات القربونية قدم وزير الخارجية سامح شكري التهنئة لشقيقه وزير خارجية الكويت الجديد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح على توليه مهام منصبه وأعرب شكري خلال اتصال هاتفي عن التطلع إلى استمرار التنسيق بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتضامنية بين البلدين وتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية من جانبه أعرب الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والأخوية التي تجمع بين البلدين معربا عن تطلعه للقاء وزير الخارجية سامح شكري قريبا من أجل التباحث حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين فاز النائب أحمد عبدالعزيز السعدون بمنصب رئيس مجلس الأمة الكويتي بالتسكية للفصل التشرعي السابع عشر وذلك خلال تصويت بالجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم بحضور ولي عهد الكويت شيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح كان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد قد افتتح جلسات مجلس الأمة بعد انتخاب أعضائه وفي كلمته أمام المجلس قال ولي عهد الكويت إن الحكومة لن تتدخل في اختيار المناصب بمجلس الأمة ولجانه ليكون المجلس سيد قراراته داعيا أعضاء المجلس للوفاء بالعهود والارتقاء بالممارسة الديمقراطية وإصدار القوانين التي تقسد الوحدة الوطنية سوف نكون قريبين من الجميع نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجرات من مجريات الأفعال والأمور والتصرفات من جميع جهزة الدولة المختلفة وسوف نحاسب ونعاقب على الإهمال والتقصير والتفريط في مصالح الوطن والمواطنين وفقاً للضواضط والإجراءات القانونية وقبل هذا وذاك سوف نشكر المحسن على إحسانه وآدائه والمجتهد على شهاده وعطائه وسوف نظل على القسم العظيم بارين وعلى الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين أو فياء للوطن والمواطنين استقبل رئيس العراقي عبداللطيف رشيد في قصر السلام ببغداد سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي وخلال اللقاء بحث الجانباني العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يقدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ونبقى في العراق حيث حدد ائتلاف إدارة الدولة موعد التصويت على الحكومة العراقية الجديدة وعقد الاتلاف اجتماعه الدورية الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعلن عن دعوة مجلس النواب لعقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها قال رئيس مجلس القياد الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن قوات الحوثي تتحمل مسؤولية إفشال الهدنة وعدم تحقيق السلام والاستقرار وضف أن بلاده في حاجة إلى السلام والأمن مؤكدا أن المجلس الرئاسي والحكومة سيعملان من أجل تلبية احتياجات اليمنيين وتنفيذ تعهداتهما المعلنة رغم كل التحديات التي تواجههما حذرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف من بلوغ الصومال شفير المجاعة مضيفة أن البلاد ستواجه وضعا غير مسبوق منذ نصف قرن إذا لم تحصل تعبئة دولية كبيرة من أجل إنقاذ شعبها ولفتت المنظمة الأممية إلى أن 44 ألف طفل دخلوا مؤسسات رعاية صحية في الصومال بسبب سوء تغذية حاد في أغسطس الماضي مشيرة إلى أن العديد من الأطفال لا يمكنهم حتى الوصول إلى مراكز الصحة هذه بسبب ظروف عدم الأمن المهيمنة على الصومال دعا الأمن العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى استئناف المحادثات سريعا من أجل تسوية سياسية فعالة ودائمة في تيجراي في إسيوبيا وقال جوتيريش إن الهجمات العشوائية تقتل المزيد من الأبرياء كل يوم وتضر بالبنية التحطية الحيوية وتحد من الوصول إلى الخدمات الحيوية وقد أمبر مئات الألاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم وشدد جوتيريش على أهمية أن تتقيد الأطراف بالتزاماتها بمجب القانون الإنساني الدولي في سياق النمتصل سيطرت القوات الحكومية الأيثوبية على بلدة شير الرئيسية في إقليم تيجراي وأعلنت قيادة قوات المتمردين بالمنطقة الواقعة في شمال إيثيوبيا أعلنت أن القوات الإيثيوبية تسيطر على مناطق معينة بمنطقة شير داعية جميع سكان تيجراي المؤهلين للدفاع عن المنطقة أكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن لا معلومات لديه حول استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة في أوكرانيا يأتي ذلك بعدما اتهمت كييف موسكو باستخدام تلك الأجهزة لضرب بنا تحتية مخصصة لتزويد الكهرباء والمياه من جهتها قالت الرئاسة الأوكرانية إن ثلاثة انفجارات استهدفت اليوم منشآت البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف وأوضحت الرئاسة أن الهجوم على منشآت للبنية التحتية للطاقة أدى إلى أضرار جسيمة في دينبرو بيترو بيسكا كما سمع دوي انفجارات في منطقة كريفوري روغ من جهته أعلن عمدة خاركيف عن انفجارات في المنطقة الصناعية وتم إيقاف المترو في المدينة كما أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب جوية في كافة مناطق أوكرانيا وخصوصا العاصمة كييف وطلبوا من السكان النزول إلى الملاجئ أعلنت أوكرانيا أن هجمات روسيا دمرت أربعمائة هدف من البنية التحتية في البلاد منها خمسة وأربعون للطاقة منذ العاشر من أكتوبر الجاري يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي أن الضربات الجوية الروسية دمرت 30% من محطات الطاقة في بلاده وعضف زلنسكي أن الهجمات تسببت في انقطاع الطيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا مشددا على أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلودمير بوتين أعرب رئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي عن خالص شكره للاتحاد الأوروبي على تقديم ملياري يورو كمساعدة مالية كلية لأوكرانيا وشدد زلنسكي في تغريدة عبر تويتر على ثقته في تنفيذ البرنامج الكامل من المساعدات الذي يبلغ 9 مليارات يورو في أقرب وقت ممكن مثمنا دعم الاتحاد ورئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا باندرلعين وضف الرئيس الأوكراني أن هذا الدعم مساهمة حاسمة لتحقيق الاستقرار المالي لبلاده قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون قال إن السلطات الأمريكية تتوقع نقل أول أنظمة صواريخ من تراز ناسماس المضادة لطائرات إلى كييف في الأسبوع المقبلة في الوقت نفسه أكد المسؤول أن واشنطن نقلت بالفعل إلى كييف عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة بما في ذلك أكثر من 1400 نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز استينجر وتعتزم الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بثمانية أنظمة دفاع جوي كجزء من مبادرة لتعزيز أمن أوكرانيا وتشمل إبرام العقود مع الشركات المصنعة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وليس توفير المعدات مباشرة من مخزون البنتاجون المترجم للقناة انتقدت الرئاسة الروسية الكريملين التحقيق الدولي الجاري بشأن تصرب الغاز من خطي نوردستريم واحد واثنين الذين ينقلان الغاز الروسي إلى أوروبا وأكد الكريملين أن التحقيق يتم ترتيبه لإتاحة التهام موسكو بأنها وراء التخريب الذي لحق بخطي الغاز واتهمت روسيا الدول الغربية بالوقوف وراء الانفجارات التي تسببت في حدوث هذه التسربات من خطي نبيب الغاز الذين لم يكن مشغلين حينها ولكن يحتويان على الغاز قالت شرطة وقى بنهاجن أن التحقيق الأول في الأضرار التي لحقت بخطي نبيب الغاز نوردستريم في الجزء الدنماركي من البحر البلطيق يظهر أن التصرب ناتج عن انفجارات قوية في غضون ذلك أظهر فيديو أضرارا كبيرة في خطي نبيب الغاز حيث تظهر تشققات في بعض أجزاء الأنبوب الذي تبدو حوافه حده كما أنه بات مشوها في حين ظهرت آثار انفجار قوي في قاع البحر اقترحت اضافت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين شراء الغاز بشكل جماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار واضافت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن المفاوضية تعمل على وضع آلية للحد من ارتفاع أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبية يأتي ذلك قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي والتي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين حيث سيتم مناقشة مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز وفقا لمسودة بيان القمة أظهر استطلاع رأي في بريطانيا أن غالبية أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم يعتقدون أن رئيسة الوزراء البريطانية لستراس يجب أن تستقيل من منصبها شمل الاستطلاع خمسمائة وثلاثين عضوا بالحزب عيث أكد خمسة وخمسون في المائة منهم أن تراس يجب عليها التنحي فورا عن منصبها بعد أقل من شهرين من انتخابها زعيمة لحزب المحافظين اعتراف بالخطأ وإعراب عن الأسف هكذا فعلت رئيسة الوزراء البريطانية لستراس بشأن موقفها من إدارة الملف الاقتصادي مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه المصلحة العامة وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقا وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس إنها تتحمل المسئولية وتأسف للأخطاء التي ارتكبت مضيفة أنها ستبقى في منصبها للوفاء بالتزاماتها على صعيد المصلحة العامة وقالت إنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين وأعلن وزير المال الجديد جريمي هان تراجع الحكومة عن كل إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون وذلك على أمل تجنب حالة فوضى جديدة في الأسواق وكشف هانت الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للمدى المتوسط الذي سيعرض كاملا في نهاية أكتوبر الحالي هانت حذر أيضا من قرارات في غاية الصعوبة ومن اقتطاعات على صعيد الإنفاق الحكومي وزيادات ضريبية وإلغاء كامل للخطة الأولية لتراس لكنه شدد على أن الحكومة ستجعل من مساعدة الفئات الأكثر ضعفا أولوية لها وتوقع هانت أن تسم التعديلات المرتبطة بالضرائب في جمعي نحو 32 مليار جنيه سترليني سنويا بعدما قدر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه سترليني كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات وكانت تراس قد تراجعت سابقا عن خفض الضرائب عن الأكثر ثراء وعلى أرباح الشركات وبات عدد من نواب حزبها يطالبون باستقالتها بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضرابا عما للمطالبة بزيادة الرواتب بوسط مستويات من التضخم بالبلاد هي الأعلى مزعقود ويأتي الإضراب الذي سيشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل امتدادا لإضراب المستمر مزو أسابيع عطل مصاف التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن الإضرابات تأتي وسط أجواء الناس سياسية متوترة السادسة مستمرة وتتابعون فيها بريطانيا تتحرك ضد تجنيد الصين لطيارينا بسلاح الجو البريطاني قال وزير الخارجات الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين تسعى للاستلاء على طيوان ضمن جدول زمني سريع وحذر بلينكن من أن الرئيس الصيني شيجين بينج يتبع حاليا نهجا أكثر عدوانية متهما بينج بخلق توطر كبير من خلال تغيير النهج تجاه طيوان أعلنت الحكومة البريطانية أنها تتخذ خطوات حاسمة ضد مساع صينية لجذب طيارين سابقين وحاليين في سلاح الجو البريطاني لتدريب عسكريها ووصفت لندن تعاون طياريها السابقين مع صين بالتهديد الأول للأمن المحلي والعالمي لافتة أنه يشكل مصدر قلق بالغ نظامت جامعة الفيوم ندوة بعنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبنى إدارة الجامعة تنولت الندوة التعريفة بمؤسسة حياة كريمة وشرح رسالة ورؤية المؤسسة وتوضيح الأهداف التي تسعى إليها والمحاور التي تعمل على تنفيذها المؤسسة بالإضافة إلى إبراز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوضيح معدلات التنفيذ الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم النهاردة كان في ندوة موسعة في جامعة الفيوم تحتضرها جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الفيوم لتنشيط العمل التطوعي بين أبنائنا ونطنا الطلاب احنا شايفين على أرض الواقعة دلوقتي في المركزين يتنفذ فيهم مشروعات حياة كريمة قد إيه الجهد الكبير اللي موجود وقد إيه الدولة المصرية محتاجة جهد كل طالب وكل طالبة في كل مجالات تنفيذ المبادرة لنبقى لهم دور إيجابي مبادرة حياة كريمة اللي بتعتبر أكبر مشروع قومي موجود في العصر الحديث من تاريخ مصر اللي بيساهم فيها كافة مؤسسات الدولة مؤسسة حياة كريمة الحقيقة بتقوم على العمل التطوعي فيها حوالي 36 ألف متطوع موجود حاليا وبتعمل على تعزيز هذا العمل التطوعي علشان إن شاء الله يتم إنجاز المبادرة على وجه أكبر مؤسسة حياة كريمة بتقوم بالعديد من الندوات التوعوية في المحافظات مصر بالكامل ومنها النهاردة في محافظة الفيوم الندوة بعنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لدى الشباب في جمع الفيوم في جميع الكليات الجزء الأول منها هيكون تعريف للشباب بمبادرة حياة كريمة الجزء الثاني هيكون الجهود وأهداف مؤسسة حياة كريمة وإيه الفعاليات اللي احنا بنقدمها لأهلينا في محافظة الفيوم الجزء الثالث هيبقى جزء خاص بالعمل التطوعي ودعوة للشباب أن هم ينضموا لمؤسسة حياة كريمة ويشاركوا ويتعلموا خبرات جديدة لهم قامت مؤسسة حياة كريمة بتجهيز مجغل لتعليم الفتيات والسيدات فنون الخياطة وذلك بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وقامت المؤسسة بتوفير كافة مستلزمات المجغل من مكينات الخياطة وتفصيل وتطريز وغيرها حيث من المستهدف تخريج أول دفعة من المتدربات خلال سلاثة أشهر حتى تكون أول قطوة على طريق النجاح اختتمت فعالية مؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة الذي نظمته الأمنة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم واستعرض الدكتور شوقي علام مفت الجمهورية في بيانه الختامي للمؤتمر ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نخبة من كبار المفتين والوزراء ومن علماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام والباحثين والعلماء وقد خرج المؤتمر في ختامه بمجموعة من التوصيات وبمجموعة من القرارات المهمة التي خلص إليها من خلال اقتراحات السادة المشاركين من العلماء والباحثين وجاءت التوصيات على نحو الآتي أولاً يدعو المؤتمر إلى المزيد من الاهتمام بمعملات التأهيل والإعداد للقادة الدينيين وتدريبهم على مراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشرها والعمل على دعمها من خلال أدوارهم في المجتمع ثانياً يدعو المؤتمر إلى التعاون الدائم في مجال التنمية المستدامة والشاملة على المستويات كفة للوصول إلى غاية مشتركة ونتائج واقعية ملموسة ومن خلال ومن ذلك إنشاء مكاتب ووحدات تمثل قنوات الانتصال استقبل محافظ القاهرة خالد عبد العال بدوان عام المحافظة وفداً من العاصمة الفيتنامية هانوي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العاصمتين القاهرة وهانوي في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية وخلال اللقاء أكد محافظ القاهرة تطلع المحافظة إلى مستقبل أفضل ومرحلة جديدة تشهد نمواً في أفاق التعاون بين القاهرة وهانوي في شتى المجالات كما أكد محافظ القاهرة تطلعه إلى توقيع مزاكرة تآخي لتنظيم في مجال التبادل الشبابي والطلابي وترويج فرص التعليم وكذلك أنشطة التعاون في المجالات المحلية والثقافية بين البلدين والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نستعرضها مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكراً نادينا فكري شكراً ناقي يوسف عبدين وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسماً توضحياً حول المؤشرات الدولية في كافة القطاعات التنموية ورصد تقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد لافتاً إلى تقدم مصر خمسة مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا حيث احتلت المركز الأول عام 2020 وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف الاقتماني لمصر وأوضح أن وكالة فيتشي ثبتت التصنيف الاقتماني لمصر عند بي بلاس مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 بينما ثبت تأمدز التصنيف الاقتماني لمصر عند بي 2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 كما صنفت ستاندد أنبوز مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 أضف التقرير أن مصر تقدمت ثمانة مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادية وكذلك تقدمها ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق ولفت التقرير إلى أن مصر تقدمت ثلاثة عشر مركزاً في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع التاقة المتجددة أكد توزيرة التخطيط هالا السعيد وجود عشرات الفرص الاستثمارية بين مصر والإمارات في قطاعات مختلفة تشمل الصحة والتصنيع الدوائي وكذلك التطوير العقاري وقطاع الخدمات المالية بالإضافة إلى التحول الرقمي والزراعة والتصنيع الغذائية جاءت تلك التصرحات بمناسبة إعلان حكومتي البلدين لاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد وتتضمن الاحتفالية أجندة متنوعة من الفعاليات خلال الفترة ما بين السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري تستضيفها القاهرة بحضور وزراء من حكومتي البلدين وأكثر من ألف وتمنمائة شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى السوق المال حيث أنهت البرصة المصرية أتى عملات على ارتفاع جامعي للمؤشرات الجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بمشتريات محلية اتفع رأس المال السوقي بنحو مليارين وتسامات مليون جنيه ليغلق عند مستوى سبعمة وستة مليارات وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليون جنيه على صعيد المؤشرات فتح مؤشر اي جي اكس ثلاثون عند مستوى عشرة ألاف ومائة وثمان واربعين نقطة ليصعد بنسبة خمسة عشر من مئة بالمئة ويغلق عند مستوى عشرة ألاف ومائة وثلاث وستين نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سبعون عند مستوى الفين ومائة وزتن وتسعين نقطة ليغلق متفعا بنسبة خمسة وثمانين من مئة بالمئة ويغلق عند مستوى الفين ومائتين وأربعة عشرة نقطة فتحة مؤشر EGX 100 عند مستوى 3147 نقطة ليصعد بنسبة 58% ليغلق عند مستوى 3165 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و 63 قرشا للشراء و 19 جنيه و 70 قرشا للباعة بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و 31 قرشا للشراء و 19 جنيه و 39 قرشا للباعة أما عن سعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى 22 جنيه و 22 قرشا للشراء و 22 جنيه و 31 قرشا للباعة أما عن أسعار العملات العربية فسجل الدرهم الإمارتي نحو 5 جنيه و 34 قرشا للشراء و 5 جنيه و 36 قرشا للباعة أما عن سعر أريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1654 دولار ومحليا سجل عيارة 18 نحو 950 جنيه بالنسبة لعيار 21 سجل نحو 1110 جنيه وهو الأكثر مبيعا بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1270 جنيه أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8810 جنيهات في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط وسط مخاوفة من طباط النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود من الصين في ظل تمسكها بسياستها الصارمة لإحتواء فيروس كورونا هبطت العقود الأجلة لخام 41 سنت أو بنسبة 45% لتصل إلى 91 دولار و21 سنت للبرميل كما ترجعت العقود الأجلة لخام غرب تاكسس الوسيط الأمريكي 41 سنت أو بنسبة 48% مسجلة نحو 85 دولار وخمسة سنتات للبرميل هبطت أسعار المزوط العالمين بنسبة 36% لتصل إلى 4 دولارات و7 سنتات لللتر ترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14% لتسجل نحو 5 دولارات و97 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قال الأمين العام لمنظمة أوبك هايثم الغايس أن أوبك بلاس قررت بالإجماع اتقاد موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية مشددا على أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل لطاقة لا يستثني أحد وخلال كلمته في مؤتمر للطاقة في كيبتاون بجنوب أفريقيا أكد الغايس أن النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة كما أضاف الأمين العام للمنظمة أن النفط بحاجة إلى 12.100.000.000 دولار استثمارات على المدى الطويل متوقعا أن يشهد العالم نقص في الطاقة إذا لم تتحقق تلك الاستثمارات مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى ليوسف ودين الاستكمال ما تبقى من أستاذ الثاني؟ شكرا لك فاطيمة تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير جمال الغيطاني الذي توفي في 18 من أكتوبر عام 2015 تاركا وراءه عددا من الأعمال الأدبية والآثار الثقافية حصل الغيطاني على العديد من الجوائز المحلية والعالمية منها جائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 1980 بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية عام 2007 كما حصلها على جائزة النيل عام 2014 صاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالما روائيا عجيبا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية ندغا إنه جمال الغيطاني الروائي والصحفي ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب ساهم الغيطاني في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربي القديم بنظرة معاصرة جادة كما وصف الغيطاني بأنه قامة أدبية كبيرة وأحد رواد الرواية والسرد في مصر والعالم العربي وأحد أبرز الأصوات الروائية العربية في نصف القرن الأخير اعتبر الغيطاني أن العمارة أقرب الفنون للرواية وقال إنه استلهم منها كل طريقته في التفكير بعد الانطلاقة الأدبية الأولى لجمال الغيطاني عام 1965 ظل ينشر قصصه في دوريات مصرية وعربية كثيرة من بين أبرز روايات جمال الغيطاني إن لم تكن أبرزها هي رواية الزين بركات الصادرة عام 1974 والتي وصفت بأنها أحد أهم الروايات البارزة في الروايات العربية كما صدر له رواية الزويل وصدر له أيضا رواية البصائر والمصائر وصدرت عام 1988 وأبرزت الرواية التحولات الكبرى في المجتمع المصري وترجمت الرواية إلى الألمانية عام 2001 انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بتحفيز الاستمار والتعامل بشكل حازم مع الشواغل التي توجه الرجال الأعمال الوطنيين مدبولي يتابع تنفيذ توجهات رئاسية بدعم وتطوير قطاع الصناعة وزيادة الصادرات كييف تعلن استهداف موسكو للبنية التحتية للطاقة والكريملين ينفي استخدام طائرات مسيرة في الهجوم وصلنا إلى ختام نشرة السادسة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة